بإحدى أزقة مدينة أصيلة شمالي المغرب تواصل كريمة مشوارها الفني متحدية إعاقتها من خلال رسم لوحاتها التشكيلية بأصابع قدميها دوري فيما كنتمعش أنا دي بزا في الحاجات الإعاقتي ولكن كانت برو كانت كافحة الحقيقة ديالي في نص الوقت عندي مهي بزوينة وكانسترزع من نار بي وكان نوكل من طريفة الخبز كريمة في عقدها الرابع لم تمنعها إعاقتها التي ولدت بها من التعبير عن قدراتها الشخصية لخوض تجربة فن الرسم واعتماده مصدر رزق لتأمين عيشها من خلال عرض لوحاتها للبيع حين تنتصر العزيمة على الإعاقة ويبدع فنانون من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات فنية مختلفة تلك صورة تعكس قوة الإرادة والإبداع التي لا تقتصر على فئة دون غيرها في تحقيق الذات عند الأسوياء أو ذوي الهمم على حد سواء الجمعية الرياضية السلاوية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر واحدة من الفضاءات الأهلية التي تشكل الملاذة الآمن لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة هذا المركز يقدم مجموعة الخدمات لهذه الفئة من بينها في المجال التعليمي والرياضي والثقافي الحمد لله اليوم عندنا أبطال في الجانب الرياضي وعندنا نتائج جد مشرفة في الجانب التعليمي وكذلك الحمد لله سطعنا أننا نأهل واحد مجموعة دي الشباب في المجال الفني أنا من الصغرية وأنا كم بغي الموسيقى يعني درت كونسيرفاتوار وكنت فكرت ندير بزاف الحواج جميع حبست فجيت هنايا عاودت يعني دوا معايا وقدموا لي بزاف النصائح يعني اللي خلتني تعطاني أمل في الحياة نجيت للجمعية باش أنا نستفد منها وتستفد من المساد الأسياء وبغينا نتعلموتها الحلويات باش إنسان يكون راسوي يعرف يعني يصير نفضاروي يقدر يدير أي حاجة ومنها تي نيخدم بها إنسان يبيع يكون بائع حلويات تشير إحصاءاته الرسمية إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب يزيد عن مليوني شخص الأمر الذي يتطلب تظافر الجهود على أكثر من صعيد للنهوض بأوضاع هذه الفئة ومساعدتها على رفع التحديات فاطمة البكاري الحرة الرباط ترجمة نانسي قنقر